ترجمة نانسي قنقر أن الوزارة تدرس عدة مشروعات تطويرية جديدة في مجال التعليم الرقمي وتركز على الجوانب التقنية المهمة لسيما ما يتعلق بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي جهود حديثة بذلتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية لتواكب بذلك أحدث التجارب الناجحة على المستوى العالمي ومؤخرا حصدت وزارة التربية والتعليم المركز الأول عربيا والثالث عالميا في عدد المدارس الحاصنة على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا بناء على تقييم شركة مايكروسوفت العالمية لأفضل المدارس المتميزة على مستوى العالم في توظيف التقنية الرقمية لعام 2024 هذا النجاح لم يكن ليتم لو لا جهود وزارة التربية والتعليم وخططها المدروسة على مدار السنوات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم ومتابعة حكومة مملكة البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي وفرت كافة الإمكانيات التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية وهو ما برهانه تقرير شركة مايكروسوفت بحصول 61 مدرسة في المملكة على هذا اللقاب هذا الإنجاز وضح الجهود الدؤوبة للمدارس في مملكة البحرين حيث إن سبعة مدارس حصلت على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا للدورة الرابعة على التوالي و 16 مدرسة للدورة الثالثة على التوالي بعد ثبوت كفاءتها في تفعيل البرامج والتطبيقات الرغمية في مختلف جوانب عملها التعليمية والإدارية والفنية مع دعمها الابتكار والإبداع في هذا المجال ومواكبتها لمهارات القرن الحادي والعشرين وانعكاس ذلك على النتائج الدراسية لطلبتها وبناء على الرؤية والأهداف الطموحة لوزارة التربية والتعليم تقوم الوزارة حاليا بدراسة أدة مشروعات تطويرية جديدة في مجال التعليم الرقمي وتركز على الجوانب التقنية المهمة لسيما ما يتعلق بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي ما يؤكد أن المنحنى تصاعدي فيما يخص احتضان التكنولوجيا في مدارس مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر